ثم أحباء الوقت ثمين يعني اليوم في ناس بتضوع أيام بيطلع الصباح وبيجي المساء من غير ما ندرك أهمية الوقت في حياتنا كل يوم اعتبره أفضل يوم في حياتك استخدم الوقت طبعا بالصورة الصحيحة والصورة الصحيحة إيش الأفضل بقول اطلبوا ملكوت الله وبره احفظ الكلمة وانت بتسافر استخدم استثمر انك تقرأ شيء مفيد ما تتزمر على الوقت انه راح بل بالعكس انت استخدم الوقت لمصلحتك لمنفعتك افتدي الوقت وكلمة افتدي كلمة فداء تعني شراء يعني انت عم تشتري بدفع الثمن وهذا الوقت اللي انت بتشتريه لما بتشتري شيء معين انت عاوز تستخدم هذا الشيء بأفضل صورة بأفضل ما عندك وفردا انت شريت شيء معين مش راح تضوعه اذا شريت سيارة مش راح ترميها وانت شريت اي شيء غالي وثمين مش راح تستنفذه لكن بتحاول انك تتأقلم بتتحاول انك تعمل افضل شيء بالشيء اللي انت شريته تذكر انه كل يوم كانه اخر يوم وانك انت محتاج ان يكون اليك لقاء مع الرب بتعرف حباقي فيه شيء كتير كتير مهم عداد الزمن لا يرجع الى الوراء فالشيء اللي انا تكلمته خلاص انتهى الى الابد اشتركوا في القناة